انطلق ستون مشروعا زراعيا لشباب الصعيد من رواد الأعمال تحت شعار صعيد أخضر في تسع محافظات مختلفة من صعيد مصر وذلك ضمن اهتمام الدولة بشباب الصعيد من رواد الأعمال تأتي المبادرة ضمن اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة وذلك بحضوري وممثلي الجهات الحكومية المشاركة وشباب رواد الأعمال من محافظات الصعيد المختلفة نحتفل بشبابنا والشباب ده وقود المستقبل وأمل مصر في الجمهورية الجديدة بنحتفل بمشروعاتهم وأفكارهم وتعليمهم اللي كلنا بنفتخر بيه واللي كلنا بنؤيده وبننميه ونطوره في صالح بلدنا مصر هي حد ناط الأعمال عمتا حاجة حديثة نوعا ما وهي عبارة عن برنامج بيتم من مدة 9 شهور لسنة وأحيانا بيكمل أكتر من سنة بيهدف لأننا نأهل الشباب أو الناس اللي عندها عمتا أفكار شركات نشأة أو مشروعات نشأة بحيث أن هم يقدروا يكملوا الخبرات اللي نقصاهم ويقدروا يدخلوا السوق ويقدروا يكون عندهم كيان ناجح في السوق فحاضنة التنمية تطوير هي واحدة من الحاضنات واللي متخصصة في قطاع الأعمال الزراعية وبتركز على الشباب من الأماكن اللي هي تقدر نقول أن هي بيوصلها خدمات أقل زي محافظات سعيد مصر من الفيوم لأسوان ومحافظة الوادي الجديد في حفل تخرج لحاضنة تنمية وتطوير حاضنة تنمية وتطوير هي حاضنة أعمال للمشروعات الزراعية الأعمال الزراعية كل ما تعلق بالزراعة بتقرأت في الزراعة شركات نشأة في مجال الزراعة مشروعات صغرية متوسطة في مجال الزراعة في السعيد واخدين من الفيوم لأسوان 60 مشروع واخدين في الواحات 10 مشروعات الدخلة والخارجة والفرفرة وكل محافظة الوادي الجديد